اهلا ومرحبا بكم متابعي قناة الفلاحة والطبيعة يوم ثاني والتكملة للفيديو السابق الذي وعدتكم فيه بطرح او مشاركة التجربة وكيفية ربط نظام السقي في هذا الانبوب الصغير وكيف نربطه بانبوب الضغط التي تكون فيه المياه بضغط كبير لكي نقوم بسقي اشجارنا لمن لم يشاهد الفيديو السابق يمكنه العودة الى القناة مباشرة قبل هذا الفيديو ستجد فيديو في حوالي 14 دقيقة فيديو كامل لجميع المراحل التي تخص تركيب نظام السقي بالحنفيات هذا النظام يشبه كثيرا نظام السقي بالتقطير لكنه بالحنفيات بهذا الشكل نقوم بسقي اشجارنا تجربة اكثر من سبع سنوات بهذا النظام حقيقة يعطي نتائج باهرة نتائج جد ممتازة ستربح الكثير من الجهد والتعب واختصارا للوقت وايضا الميزانية الصغيرة عذرا اصدقائي انا لم اقوم بحش وقص وجز الحشاش بعد لانني اقضن بمنطقة باردة حوالي اسبوع وسأبدأ بتنظيف المزرعة بالكامل اصدقائي الفلاحين اذا كنت اول مرة تصل الى القناة يمكنك الاشتراك في القناة لكي تصلك فيديواتنا بسرعة كما يمكنك دعمنا بضغط زر الاعجاب وايضا ترك تعليق فيه استفسار وسنسعد بالاجابة والرد على تساؤلاتكم او يعمل فيديو اذا كان الامر يستحق ذلك فعلا اسف على الاطالة ننطلق مباشرة هذا الانبوب بقطر خمسون هذا الانبوب هو خاص بنظام التقطير لكي نربطه هنا اشياء بسيطة فقط نحتاج الى هذه الادات هكذا تأتي بمفاتيح رقم ثلاثة عشر نحتاج ايضا لهذه الادات لمن لا يملكها يعني اذا كنت تملك مثلا لاشينيول او تلك الادات التي تقوم اكرمكم الله بعمل ثقوب في الحائط واذا كنت تتوفر على الكهرباء او ببطارية هناك بطارية محمولة يمكنك استعمالها من اجل جعل ثقوب هنا بعد تركيب هذه الادات تحتاج ايضا الى هذه الادات التي سنقوم بتركيبها بهذا الشكل عندما ننتهي من تركيب هذا القاطع هنا وايضا تحتاج لهذه المادة تيفلو اسف صديقكم مفرنس يحاول بذل مجهود كبير لتكلهم بالعربية الفصحة لانه لدي متابعين من الدول العربية بكثرة تحياتي لكل اصدقاء والمتابعين من تونس ليبيا المغرب مصر السعودية الأردن العراق وايضا سوريا وفلسطين وكل الدول اين يقضن متابعي الكرام وبالتأكيد تحية كبيرة لأهلي في الجزائر اذا تيفلو نقول بالفرنسية تيفلو حتى هو مكتوب تيفلو بالفرنسية لألم بالعربية كيف نبدأ على بركة الله أول شي تقوم بتركيب هذه الأدات بعد أن اخترت المكان المناسب تقوم بتركيبها هكذا بهذا الشكل أسفة صديقية أنا أسجل بيد واحدة وأقوم بالعمل باليد الأخرى هكذا نعم ممتاز ثم تقوم بتركيب النصف الآخر عملية التنظيم والنظافة واجب هكذا بهذا الشكل رائع يجد ممتاز ثم صديقي الفلاح يجب أن تقوم بتثبيت هذه الأدات هنا هكذا بهذا الشكل أعتقد نعم بهذا الشكل ربما من الجهة الأخرى ربما من الجهة الأخرى هكذا نعم يجب ممتاز هكذا ممتاز لكي لا تتحرك هذه الجهة نفس الشيء قمت به العام الماضي ربما العكس إذن العكس في حين أنه يمكنك استعماله حتى هكذا بهذه الطريقة يعني تصل عادي لكن نحن لا نغير الفريق الذي يربح ما نبدلوش لي كيف لي ترباح أركبت هكذا العام الماضي نركبه هكذا ما تغني موالو نعم ممتاز هكذا نقوم بتدوير هذا الشيء أقوم بتركيب كل البراغي ثم أعود إليكم في دقيقة ممتاز أصدقائي لاحظوا لقد قمت بتركيب هذه الأدات الآن نحن بحاجة لعمل ثقب هنا ثم تركيب هذه الأدات التي بطبيعة الحال يأتي فيها الأنبوب الصغير طريقة ذكية وعملية جدا وتعيش لأكبر فترة ممكنة لاحظوا أصدقائي هذه الأدات الصغيرة يعني ثمنها رخيص يمكنك أن تجدها في محلات اللوازم والخردوات وغير ذلك أريد تصويرها بشكل جيد لكي يراها المتابعي الأفاضل لاحظوا أصدقائي هذه هي الأدات تقوم بإدخالها هنا بهذا الشكل ثم تحتاج للضغط يعني تمسك يدك في هذه الجهة اليد الأخرى في هذه الجهة وبهذه يعني بهذه اليد تقوم بالضغط والقيام بهكذا عملية هكذا عملية متواصلة لحين جعل ثقب سأجعل ثقب وأعود إليكم لحظة رائع في ثواني معدودة تقوم بعمل ثقب جيد وممتاز في هذه الأدات لاحظوا هنا في الداخل الآن هذه الجهة أصبحت جاهزة وبإمكاننا القيام بتركيب هذا المنفذ فقط أصدقائي هذا المنفذ يحتاج إلى مادة التي فلو التي أخبرتكم عليها منذ دقائق هذه المادة التي نقوم بتدويرها تدويرها هنا أسف أنا لا أملك معدات تصوير لا أحد يدعمني لسيراء هذه المعدات نعم أصدقائي الأفاضل أقوم بتدوير مادة التي فلو لهذا لهذا المنفذ ثم القيام بتركيبه في الأنبوب الخاص بالسقي فقط مادة التي فلو يجب عليك الاكثار منها في هذه الجهة لكي تكون عملية التثبيت فيما بعد تكون بشكل جيد وممتاز ولن تخسر الماء لن تبذر الماء في هذه المنطقة فهذه المادة ضرورية جدا أصدقائي وكما تلاحظون بقية التركيب لنظام السقي بشكل جيد وسهل وبسيط أصدقائي الفلاحين والمتابعين كما أخبرتكم في بداية الفيديو الفيديو كامل لعملية تركيب نظام السقي موجود في القناة قبل هذا الفيديو بالضبط أسعد لمشاركاتكم وتعليقاتكم مرحبا بكم شكرا على دعمكم وإلى اللقاء نلتقي في فيديو قادم بحول الله في يوم جديد معلومة جديدة إلى اللقاء